سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية بزيارة إلى منطقة أم الحصم حيث عقد لقاء مفتوحا مع الأهالي تم من خلاله طرح ومناقشة احتياجات أهل أم الحصم والمناطق المجاورة بشأن الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة والتي تسهم في توفير المستوى المعيشي اللائق للمواطنين وضمان الاستفادة من منظومة الحماية الاجتماعية ومنها توفير فرص العمل المناسبة للبحثين عن عمل وبرامج التأهيل والتدريب المهني والتأمين ضد التعطل وغيرها من برامج الضمان والرعاية الاجتماعية المقدمة لكافة المواطنين في المملكة حيث استمع حميدان إلى ملاحظات المواطنين واحتياجاتهم من الخدمات الحكومية في قطاعي العمل والتنمية بهدف العمل على تطويرهما بما يخدم أهل المنطقة تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة تنفيذ توجهات الكريمة الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيسي مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعا بشأن تكليف عددا من الوزراء الذين يمثلون مختلف القطاعات الخدمية بزيارة المدن والقرى لتفقد احتياجات المواطنين فيها ومتابعة المشاريع التي تنفذ أو الجاري تنفيذها وتعريف الأهالي بخدمات الرعاية والبرامج التنموية للمواطنين في قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية في كلمة له أمام الحضور أكد احميدان أن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيسي مجلس الوزراء الموقر وضعت في سلمي أولوياتها خلال الفترة القادمة المحافظة على المنجزات والمقتسبات التي حققتها مملكة البحرين لمواطنيها والعمل على تعزيزها ومعالجة أي قصور كان فيها وبهذه المناسبة أعلن احميدان عن افتتاح مركز جديد للتوظيف والتدريب في منطقة الجفير بعد أيام يخدم أهالي محافظة العاصمة من الباحثين عن عمل ويقدم خدمات الوزارة الشاملة في مجالية التوظيف والتدريب فضلا عن التأمين ضد التعطل والإرشاد الوظيفي إلى جانب خدمة أصحاب الأعمال